اشتركوا في القناة والجهات الحكومية نهج مبني على رفع الكفاءة وتحسين أداء ومخرجات العمل الحكومي في مملكة البحرين وتعزيز لإطار الرقابة الداخلية لحكومة مملكة البحرين جاء في آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة اسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي قرر تفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية تكفل تشديد الرقابة الداخلية بالحكومة وتستند إلى أطر رقابية محددة تفعيل هذه المنظومة الرقابية الهدفة للارتقاء بالعمل الحكومي له منطلقات عدة فلتجويد مخرجات العمل الحكومي يجب أن تكون هناك إجراءات محددة ومنظمة تتخذها المؤسسات على شكل خطوات تضمن سير عملية التدقيق الداخلي ضمن إطارها الرقابي السليم ولذلك قام مجلس الوزراء باعتماد دليل موحد للتدقيق الداخلي يكفل توفير إطار تشغلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي على مستوى الوزارات والجهات الحكومية كما سيسهم الدليل الموحد للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية في مساعدة المدققين الداخليين في الحكومة على أداء عملهم من خلال ما يوفرهم من أساسيات للتدقيق تعتمد على أفضل المعايير المهنية الرقابة والتدقيق والمخرجات هي عملية تسلسلية نحو مخرجات إيجابية ترتقي بالعمل الحكومي فالرقابة كنهج في الأداء الحكومي وما يتبعها من عملية تدقيق سليمة وفق الأطر العلمية والعملية المحددة ينتهي بها المطاف بمخرجات لأداء الوزارات والجهات الحكومية والتي يحرص على ارتقائها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفق أفضل ممارسات الحكومية على مستوى العالم